قصة وردت عن عمر رضي الله عنه كيف يتعامل مع الناس وكيف يتأدب بآداب القرآن ويأخذ بهذه الآية التي هي أم الأخلاق هناك رجل اسمه الحر بن قيس كان يدخل على عمر ويحضر مجالس عمر وله عم اسمه عيينة بن حصر هذا من أجلاف العرب ومن الأعراب ولم يدخل في الإسلام إلا بقوة من المؤلف قلوبهم ودخل في الإسلام وأسلم وحسن إسلامه بعد ذلك كان يتمنى أن يدخل ويحضر مجالس عمر فجاء لابن أخيه الحر بن قيس قال لعلك تشفع لي عند عمر أن أحضر مجالس عمر فجاء هذا ودخل على عمر وقال لعلك تأذن لعمي عيينة بن حصر أن يدخل فأذن له فدخل فبدأ عمر يتكلم والحاضرون يتحدثون فتكلم هذا عيينة بن حصر قال يا عمر والله إنك لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل فقام عمر ومعه درته فهم بأن يضربه فقام الحر ابن قيس ابن أخيه فقال يا عمر يا خليفة المؤمنين يا خليفة رسول الله يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبي محمد صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين فرجع عمر وجلس مجلسه ولم يتعدى هذه الآية وكان وقافا عند حدود الله كيف يطبق عمر هذه الآية مع أنه تكلم بهذا الكلام ولكنه رجع إلى هذا الشيء وعرف هذه الآية التي أثرت في نفس عمر ترجمة نانسي قنقر